جزئية الكلمات اللي عندي بالنسبة ليه الكلمات وعكسها ونا لاكي واللاكي بوبيولر وان بوبيولر بمعنى رزيز وعكسها تيريبل بمعنى سيء اللي هي في ريباد او فضيع بالنسبة للأكل فل معناها ممتلئ او شبعان عكسها هانجري جعان سترونج قوي وعكسها ويك اللي هي اي اي بمعنى ضعيف روح بعد كده ليه جزئية الديفنيشنز يعني الكلمات المهمة في الدرس الاول بديني كلمة allergic قلنا هنا صفة بمعنى لديه حساسية عنده حساسية من الاكل ده لما اقول have a condition that makes you feel ill after you eat يعني لو عندك حالة اعياء بعد الاكل او بريز في التنفس او انك بتلمس حاجة يبقى انت كده allergic للحاجة ده يعني عندك حساسية من الحاجة دي الريدي بري بيرد لانه معد مسبقا او جاهز جوسي معناها full of juice من كلمة جوس من كلمة عصير معناها مليء بالعصير salty معناها testing of salt يعني بيدي مزاق الملح اكتر or containing a lot of salt او انه بيحتوي على ملح كتير فبسمي الحاجة ديه salty ملحة زياد عن لازم spicy برضو containing the testes from spices معناها فيها توابل كتير او متبل يعني بيبقى spicy يعني hot او حار بعد كده مديني جزئية listening بيقولي sphynch is a kind of cake from moroku sphynch ده هو عبارة عن نوع من انواع الكيكس المغربية it has lots of sugar بتبقى فيها سكر كتير and the fat وايضا دهون in it and it's very sweet طبعا بما اني فيها سكريات كتيرة يبقى لازم تكون sweet حلوة so it isn't very healthy ما هيش healthy طالما فيها شجر كتير وفيها فاتس كتير يبقى ما هيش healthy it isn't very healthy يعني اقدر اقول it's unhealthy but i love it ولكني بحبها we sometimes eat sphynch for breakfast for مع الوجبات for مع الوجبات and sometimes as a snack واحيانا بنتناولها كوجبة خفيفة with some tea مع الشاي or a cup of coffee او فنجان اهوة ده بالنسبة للسفينج اللي هو بعتبره نوع من انواع الكيكس النقطة التانية او الليسلينج التانية بيقول لي in many places في اماكن كتيرة people use fava beans بيستخدموا الفava beans عليه الفول الاخدر to make فلافل عشان يعملوا الفلافل اللي احنا بنسمها فلافل او طعمية they are the best they are the best فلافل is really delicious هي delicious and it is very popular in Egypt salt ما بحطش ملح خالص on my on my يعني on my chips على الوطس الخاصة بي because i don't like salty food لان مش بحب الطعام المالح it isn't very healthy لانه ما هوش healthy الاسبكر الرابع بيقول you can buy samosas اللي هي sambusa on the street everywhere on the street sambusa on the street اللي موجودة في الشوارع everywhere في كل مكان in India في الهند samosas have spicy vegetables have spicy vegetables فيها خضار spicy متبل inside them بداخلها people often eat samosas for a snack في ناس بتناولها كوجبة خفيفة i love to eat وضر i love eating i love to eat or i love eating them with some hot tea بحب أكلها مع الشاي السخن روضاك is a fruit snack هو عبارة عن fruit snack يعني واجبة خاصة بالفواكه you can buy it in the street in Malaysia تقدر تشتريها من الشوارع في Malaysia and the people also make it والناس بتعملها at home بيعملوها أو بيصنعوها في البيت أيضا روضاك روضاك very sweet النوع ده من الفواكه هو sweet and juicy sweet حلو وjuicy معناها مليء بالعصير people use different spices الناس بيستخدموا different spices يعني أنواع مختلفة من التوابل in different parts of the country في أجزاء متعددة من البلاد but it's always delicious ولكنها دائما ما بتكون لذيذة الطعم روح لجزئية اللي بعد كده بقول هنا دي عبارة عن محادسة ما بين جرانما وما بين أمل وهدى would you like some more chicken أمل would you like some more chicken تحبي فراخ أكتر أزود لك فراخ لا يزبري just a little أيوة بس حاجة قليلة يتيت and would you like some more beans زيتو وعايز أفول كمان yes thank you طبعا هنا لما بقول would you like would you like أو do you want would you like أو do you want كجملة عرض كجملة عرض بستخدم فيها صم هنا عارفين إن ما بستخدمش صم في السؤال بس مش أي نوع من السؤال السؤال اللي بستخدمه لغرض العرض العرض أو requested اللي هو الطلب أقدر استخدم فيه صم يبقى would you like some would you like some more beans زيتو تحبي كمان فول هيتلا yes thank you grandmother stop كفاية كده زات صناف كفاية أو هذا كافي I mustn't eat too much I must not eat too much يجب إن ما كلش كتير do you like chicken أمل تحبي الـ chicken أمل ده بالنسبة الهدى بتسألها لا yes I love grandmother's spicy chicken بحب الفراخ المتبالة بتاع التيتا it's the best it's the best يعني ده أفضل أكل بالنسبة لي thank you grandmother that was a delicious dinner كان عشا delicious لزيز الطعم what do you girls like what do you girls like هل انتو يا بنات like some more rice pudding هجيب لكم رزي بلبن no thank you I am really full I am really full يعني خلاص I am not hungry I am really full يعني I am full الفل ومش محتاج حاجة تانية خلاص أنا مش جعانة what about you أمل طب وانت يا أمل thank you but I really couldn't شكرا حقا أو بجد أنا مش هقدر I couldn't مش هقدر أكل أي حاجة تانية why don't you have a rest now يا grand ma لم تسريحيش دلوقتي huda and I can take the plates to the kitchen هنقدر ناخد اللطباق نوديها المطبخ and we will do اسمها do the washing up وإحنا اللي هنغسل اللطباق يبقى washing up هنا بمعنى غسيل اللطباق روح بعد كده لجزئية تانية would you like some cake ليلة بقول yes please just a little I mustn't eat too much would you like a cup of tea with a cake بحباق cup of tea with a cake وإن هنا thank you I like tea شكرا أنا بحب الشاي do you like sugar in your tea حب السكر في الشاي بتاعك yes please but that's enough كفاية كده I only like a little sugar I only like a little بعرف دايما إن كلمة little أو you بتيجي مع only والكلام ده خدنا وشفنا قبل كده بستخدم little أو few مع only طالما بقول only فقط يبقى فقط القليل طيب هي little ولا few وإنه طبعا مع الكميات بستخدم little أو little أما مع الاسم الجامع بستخدم a few أو في اللي بيجي لي بعدها s جامعة here you are tea with cake تفضلي tea with cake شاي مع الكيك بتاعك بعد كده جزئية القطع أو reading اللي عندي القراءة hi tom how are you thanks for your last email يبقى خط تحت جزئية four لما أقول thank you أو thanks يجي لي بعدها حرف الجار four thanks for your last email شكرا على email الأخير بتاعك you asked me to describe my favorite snack أنت طلبت مني أوصف لك الوجبة الخفيفة المفضلة لدي حووشي أنا بحب الحووشي أو بعش الحووشي and I often have it وفي الغالب أنا بتناوله when I get home لما بوصل للبيت وإن I get home مفيش two هنا مفيش حرف two هنا قبل home when I get home from school لما برجع البيت من المدرسة it's easy to make من السهل طبعا إنك تعمله first you need some nice bread أنت محتاج لخبز كويس then you put some meat and vegetables inside the bread بتحط لحمة وخضار في الخبز ده you can put some salt on it عايز تحط أو تضيف عليه ملح أوكي I don't like to have any salt أنا بالنسبالي مش بحب إن أضيف أي ملح don't like to have any don't any though بالرغم من ذلك أو مع ذلك because it isn't very healthy لإنه طبعا غير صحي now you cook it in the oven بعد ما حطيت الخبز والخضار واللحم إنت بتحط الحاجة ديت كلها in the oven في الفرن it's delicious بيكون لذيذ الطعم do you have any do you have any favorite snacks هل أنت لديك أي snacks مفضلة describe them لو عندك يريد تصف هالي to me describe them to me in in your next email في email القادم بتاعك best wishes مع أطيب أمنياتي أسامة what I eat what I eat قلنا عنوان اليونت اسمه you are what you eat you are what you eat I must be careful what I eat يجب أن أكون حذر مما أكله if I eat something with nuts in it لو أكلت حاجة فيها مكسرات أو بند I'll get ill بتعب أو بمرض تكملة لجزئية if if I eat I will get ill if I eat I will get ill for most of the time في معظم الأوقات this is not a problem دي بي بتبعش مشكلة however ومع ذلك I like sweet things أنا بحب بالحاجة الحلوة and there are a few types there are a few types قلنا a few بعدها استجمع there are a few types of cake that have nuts يعني في أنواع علي من الكيك اللي بيكون فيها مكسرات in them so I can't eat those ما قدرش آكل الأنواع دي those عيد على الجزء اللي هو few cakes with nuts inside I am lucky أنا محظوظ because my mother makes me many different delicious things to eat at home ماما بتعمل حاجات كتيرة لذيزة باكلها في البيت she says I should eat more vegetables بتقول لإن أنا لازم أكل خضر كتير and salada I have a lot of fruit كمان بتناول فكهة كتيرة and that's healthy وده بالنسبالي بعتبره healthy see الكابتن مصطفى I am مصطفى I am not I am sorry I am on the school athletics team أنا في فريق اللي هي بنقول عليها العدقين اللي موجودين في المدرسة أو فريق ألعب القوة بالمدرسة and I go running يبقى go running go ING every day so I need food that gives me energy بما إني بمارس الاثلاتيكز أو الرننج عمتن يبقى أنا محتاج energy I eat a lot of rice باكل روز كتير and pasta وكمان macarona every day I also eat a few healthy snacks a few snacks a few healthy snacks like nuts after athletics practice بعد التمرين بتاع الجارية my friends and I sometimes get some fast food بنروح ناكل طعام اللي هو الطعام السريع ده like pizzas on the way home يعني on the way home في طريقنا للبيت but I try not to eat too much ولكن أنا بحاول but قلنا لكن try not to eat too much بحاول الحاجات اللي هي fast food طيب طبعا كان عندي جزئية هنا مهمة جزئية on the way on the way وزيها on the school athletics team اسمها athletics team يبقى بستخدم هنا حرف الجر on يعني أنا واحد أو عضو من الفريق اللي هو فريق العب القوى اللي في المدرسة واروح للجزئية اللي بعد كده والجودي play squash play squash بتلعب squash every week عندي every week ممكن نمدل على المضارع البسيط يبقى استخدم معها الفعل plays and needs طالما عندي and يبقى اللي قبلها زي اللي بعدها او اللي بعدها زي اللي قبلها بمعنى قلت plays and needs لو قلت played هقوله and needed لو قلت playing هقوله and needing وهكذا يبقى she plays squash every week and needs to be healthy ومحتاج ان هي تبقى بالصحية او صحية so what does she eat هي بتاكل ايه she is allergic to nuts هي عندها حساسية she is allergic to allergic to حاجة يعني عندها حساسية من الحاجة دية so she doesn't eat any cakes مش بتاكل اي cakes because they sometimes have nuts in them لان احيانا الكاكس دي بيبقى جواها nuts she eats a lot of fish بتاكل سمكة because it helps to make hair strong to make hair strong بساعدها انه يخليها قوية طبعا عندي make قلنا قبل كده make ثم مفعول اللي هو هير هنا وبيجي اللي بعدها يصفه يا مصدر يصفه يا مصدر a few hours before a netball game يعني ساعات قليلة قبل netball game قبل لعبة كرة الشبكة دي she always eats some fish بتاكل سمك with a lot of pasta مع مكرونا because this gives her energy ده بيديها او بيمنحها الطاقة when she is playing in a bowl she drinks a little water بتشرب مية شوية او قليل من الوطر a little مع كميات then after the game بعد اللعب she eats a few sweets بتتناول قليل من الحلويات she doesn't have many مش بتاكل منها كتير she doesn't have many هي have بس ايه few sweets ليه because she knows they are not very good for her يعني they are not healthy for her ما هوش healthy او ما هوش مفيد بالنسبة لها اللي حلوة الكتير يبقى عندي good for وزيها bad for كحرف جر بروح بعد كده لأهم جزيات اللي شفناها في الدرس الاول مديني كلمة fat خدنا fat بمعنى سمين اللي كانت اصدها عليه كرمة من شوية fat يعني سمين او بدين او تخين اقول هى كانت ران هي اس تو fat ما يقدرش يقري لانه تخين وعندي fat كان اوين بمعنى الدهن فلما قولي has lots of sugar and fat اللي هي في دهنيات كتير كلمة chicken و chickens chicken الاولى بقول do you like a chicken يا امل طبعا هنا بيقولي ده لحم الدجاج وهنا بعتبره اسم لا يعد يعني كمية do you like a chicken ما قلتش a chicken ولا chickens do you like a chicken ده اللي هو لحم دجاج يعني الفرخة جاهزة للاكل فأنا ما بستخدمش معها لا ولا اس جامع طيب امال ايه حكايت a chicken with chickens a chicken with chickens هنا دجاجاجة والاسم طبعا منها دجاج في حالة الجامع فقدر all my aunt is feeding here chickens يبقى اذا كلمة chicken لها معنين يا اما الفراخ اللي جاهزة للاكل ويبقى ما بتتجمعش يا اما بمعنى دجاجة وجمعها دجاج اللي هي الفرخة الصحية اللي احنا لسه بنأكلها النقطة اللي بعد كده قلنا allergic to بمعنى لديها حساسية لحاجة معينة زي I am allergic to nuts go عرفناها قبل كده كتير مع الانشطة بيجي اللي بعدها ing زي go running او go swimming او go camping مثلا بيديني الفعل practice الفعل practice او بيفرق اللي ما بين practice بالS وpractice بالC طبعا practice بالS فعل بمعنى يمارس او يتضرب اما بالC فهي بمعنى التمرين او الممارسة نفسها افرق ما بينهم ازاي قلت اللي فيها is اللي فيها is is هفتكرها برب تو بي is يكون واللي فيها is هفتكرها انه هي نوين is 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 يبقى ازا practice الاولى فعل بمعنى يتضرب وpractice التانية is بمعنى تمرين او ممارسة هروح بعد كده ليه اهم التعبيرات وحروف الجر اللي استخدمناها في القطع make فلافل بيصنع او بيعمل فلافل اللي طعمية يعني make food sweet او salty بيخلي الاكل sweet او salty واتفانا ان make يجي لي بعدها مفعول ثم صفة وهنا sweet صفة بمعنى حلو او salty صفة ايضا بمعنى مالح get ill معنى becomes ill او is ill becomes ill او is ill يبقى get ill بمعنى يمرد for most of the time يعني لمعظم الوقت get some fast food بيحصل على الطعام او المأكلات السريعة on the way whom on whom on the way whom يعني في طريق للبيت make offers اللي هي يقدم عرض يقدم عرض زي الجمل اللي كانت بتقولها جدا للبنات اللي هي would you like some كذا would you like some كذا يبقى اسمها make offer هي بتعرض عليهم ask for things معنى request ask for things معنى request يعني بيطلب ask for يطلب good for قلنا مفيد لي وعكسها bad for ضر لي او سي لي it's easy to make من السهل اعداد كذا it's صفة to مصدر it is صفة to مصدر من السهل an do the washing up معنى يقوم بغسل الاواني يبقى باستخدم do مع washing up i am really full معنى انا بالفعل شبعان يعنى i am not hungry تعالوا نطبق على الجزء ده جملة الاولى لما قول some people eat between the main meals between the main meals snacks watermelons is a fruit juicy juicy fruit means having something that makes you ill when you eat or touch it to eat or eat or eat or or eat it is allergic to allergic to allergic like that number four something that gives you the power to do things energy don't put much salty please i don't like food salty salty ما نزوديش الملح انا ما بحبش الاكل المالح اسئلة كتاب المدرسة محمد you cook حووشي انزا الحووشي ده بندخله فين in the oven in the oven في الفرن oven التانية number seven means very nice to eat معناها nice to eat حاجة حلوة ناكلها يا الصور ولا تدرت ولا healthy healthy nice to eat delicious delicious very nice to eat مولشي eats a lot of fish because it helps to make hair نقط تحب تاكل سمك كتير بيخليها يسمين strong strong in many places في أماكن كتيرا people use fava beans to make الفافا beans اللي هو والنجرين بينز الفافا بينز اللي هو الجرين بينز بيعملوا منه البينزي ده يا كرما فلافل 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 ماش chocolate is desert around the world Hana popular popular desert حاجة حلوة معروفة أو مشهورة حول العالم مريم مريم ويهل بمام ويزا after meals washing up washing up people who are aged thirteen to nineteen are cold يا حبيبة teenagers teenagers نوطة اللي بعدها she offered more food but i am but i am ولكني يا منا فول التانية فول التانية but i am full pizza و برگر and sandwiches are food بنسمها ايه فود ياها لينا فاست فاست فود نوطة الفتين some people are allergic nuts اسمها allergic ايه يا هانا allergic to we sometimes get some fast food like حووشي نوطة زوية هوم نوطة زوية هوم يا مريم on on the way on the way هوم طبعا جزئية grammar اللي في الجزء الاول خاصة به الاسماء زي ما قلنا المعدودة وغير المعدودة عشان استخدم a little أو a few many أو much وكمان طبعا الايه والان قلنا طبعا اسم معدود يعني اقدر اجيب منه المفرد واجيب له الجامعة فلما اقول له an apple وابلز a potato a man and ox a loof a child children a lentil والنتلز هنا دي كلها اسمها count اسماء معدودة يعني اقدر اجيب منها المفرد يعني بحط لها الايه او الان واقدر اضف لها الاس في حالة الجامعة اما الاسماء الغير معدودة اللي احنا بنو عليها uncount ونوينز ماقدرشي استخدم قبلها لايه والان وماقدرشي ازود لها اس في الاخر فعشان كده بقول هي اسماء كميات يعني اسماء لا تجمع ولا تفرد ولكنها تعامل معاملة المفرد ولكنها تعامل معاملة المفرد المجموعة الاولى في حالة الجامعة بقدر استخدم معاها مني وقدر استخدم معاها افيو فقدر اقول له مني ابلز او افيو ابلز مني من او افيو من مني تشيلدرن او افيو تشيلدرن اما المجموعة التانية هقدر استخدم معاها ماتش طايم او ماتش ماني ماتش شجر او ماتش ملوخية او ماتش لام او بالنسبة للقليل منها فانا بقول بعض الوقت او ماتش او ماتش مال ماتش ماد وقدر استخدامها طبعا مع الكميات الوت اوف باستخدامها مع المعدود وغير المعدود. بالنسبة لسام واني قلناها في اول ملحوظة لما قرينا الجملتين بتوع اللي هي وديو لايك سام وديو لايك سام وقلنا سام بتظهر في السؤال في حالة الاوفر وريكوست حالة العرض او الطلب بلاقي سام في السؤال. اي سؤال بعد كده بيبقى في اني. اي سؤال بعد كده فيه اني. دي واحدة. الحاجة التانية مقارنة بين سام و اني ان سام باستخدمها في جملة مزبتة اما اني باستخدمها في جملة منفية. فقدر اقول هنا وي سام طايمز وي سام طايمز ايت سفينج وي سام تي. النوطة التانية قلت سام كيكس هاف ناطس ان ذم سام كيكس هاف ناطس. الجمل اللي اتنين جملتين مزبتتين. ما فهمش اي مشكلة. ولكن عايز يعرفني ان سام باستخدم بعدها اسم كمية او اسم جمعة. ما فيش اي مشكلة. طيب انا برضو عندي ايني باستخدمها مع الكمية وباستخدمها مع الجمعة. يعني اللي اتنين من نحية المفرد والجمعة. اللي اتنين نفس الاستخدام. يعني اقدر اقول سام ووتر واني ووتر. اقدر اقول سام بويز واني بويز. تمام? ولكن الفارق ما بين سام واني. اني سام في جملة مزبتة. اما اني في جملة منفية. سام لا تأتي في السؤال الا في حالتين اللي هي حالة الاوفر والريكوست العرض والطلب. اما اني فموجودة في دايما في السؤال. ايني موجودة دايما في السؤال. والجملة المنفية طبع. can i have some? دا اسمه ريكوست طلب. would you like to buy او to have some? دا اسمها جملة اوفر. يبقى في الريكوست والاوفر. بلاقي سام موجودة. مش اني. اما بالنسبة لاني. قلت اي don't put اني. ليه اني? لاني عند نط اني. نط اني. طيب كمان قلنا اني موجودة في جملة السؤال على طول. زي is there any? is there any? do you have any? do you have any? دا بالنسبة للفرق ما بين some واني. الوطوف والتل وافيو. قلنا الوطوف بستخدمها في جملة مزبتة. سواء اللي بعدها اسم كمية او اسم معدود. يعني اقدر اقول الوطوف ووتر واقدر اقول الوطوف boys او girls. اما بالنسبة الالتل ما تجيش الا مع ووتر بس. يعني تجي مع الكمية فقط. وافيو تجيلي مع الاسماء المعدودة فقط في حالة الجمع. زي ما اقول افيو مثلا boys او او افيو girls او او افيو books. تمام? ايبا افيو اس جمع. قالت الكمية. قاله طوف شغالة على الناحيتين المعدود وغير المعدود. تمام. قولي هنا. اي لايك كزا بطي دونت لايك كزا. ما فيش اي مشكلة. قولي بستخدم الفعل لايك للتعبير عامة نفضله او نحبه. طيب وبستخدم ووت لايك عنده تقديم عرضة او طلب. زي وديو لايك ساندويتش. يعني تحب اعمل لك ساندويتش. اجيب لك ساندويتش. او ايد لايك صنبينز بليز. انا عايز فول لو سمحت. برضو في الطلب. يبقى ايد لايك او ووديو لايك في العرض وي الطلب. اما لايك ده بوجه العموم. بوجه العموم. اه هروح بعد كده نحل الاكسرسايز اللي موجود عندي. سيكس سيفن. وهكمل الاكسرسايز كله لاخر التدريب اللي عندي على لسونز وان وتو بيت سيفنتي وان. في اي حاجة في درس النهاردة? في اي استفسار? في حاجة مش مفهومة في جزئية المعدود وغير المعدود? يا شباب. لا ياسير. لا ياسير ما في. لا ياسير ما اي اي الله. جوناعية. بوي بي.